لكن كانت المفاجأة الكبرى في هذا اليوم أنه في تمام الساعة الثانية عشرة وجدنا وصول ورصدنا وصول وزير الخارجي الإيراني محمد جواد زريف إلى منتجع بيارتس في أقصى جنوب غرب فرنسا في نفس المكان الذي يتواجد فيه زعماء العالم السبعة الكبار ومجموعة من الزعماء الفاعلين الآخرين وصل محمد جواد زريف استقبل وزير خارجية الفرنسي لو دوريان ثم التقى بالرئيس ماكرون وصرح محمد جواد زريف بأنه قد تباحث مع الرئيس الفرنسي وهناك مساحة من التفاهم وقد أوضح محمد جواد زريف بأنه تم مناقشة الأمر برمته وكان هناك مخترحات من الجانب الفرنسي ومخترحات من الجانب الإيراني وسوف نواصل مسيرة المباحثات والمناقشات هكذا صرح محمد جواد زريف في مفاجأة ربما هي مفاجأة هذه القمة أن يصل وزير الخارجي الإيراني إلى مقر إنعقاد مجموعة السبع الكبرى لكن أيضا لا توجد أي أخبار بأنه هناك إمكانية للقاء بين الجانب الأمريكي أو الوفد الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني الذي تمثل إيران وحالة إيران وملف إيران والملف النووي الإيراني وخروج أمريكا من هذا الاتفاق ومحاولة أوروبا ترميم هذا الاتفاق وعادته إلى قائد الحياة مرة أخرى كل هذا بيمثل ملف من ملفات الصعبة للغاية هل نصل أو هل يصل المجتمعون إلى حل أو إلى طريقة واضحة أو خريطة طريق للتعامل مع إيران بيد أن هناك مشاكسات لكن ربما هناك مصالح بتتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بتعلم بشكل واضح أنها ضد الاتفاق الناول الإيراني وخرجت لكنها لا تمانع في إمكانية الوصول إلى حل مرضي لكافة الأطراف إذن هكذا يتعامل ترمب مع كافة الملفات بنوع من ربما تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع الغرب لكن بنرى أن الرئيس الفرنسي بيحاول أن يملأ فراغ بدأ في الأفق بخفوط النجم ألمانيا خلال القطرة الحالية والماضية من الاتحاد الأوروبي بيحاول إيمانويل مكرو أن يقدم نفسه على أنه زعيم القارة الأوروبية بأنه يستطيع أن ملء فراغ ألمانيا بعدما كان هناك حالة من حالات الشد والجزم بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تكاليف حلف الناتو وما جرى بعدها من ملاسنات بين المشارة الألمانية إنجلي ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيحاول إيمانويل مكرو يقدم نفسه على أنه القادم الجديد الذي يستطيع أن يناطح ويضع خطط لإنقاذ الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التفاقية بريكست وأعلن جونسون الذي يكتمع لأول مرة في مجموعة السبعة بأنه قادم لكي يكون حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وقادم لكي يكون منحازا لما يراه الرئيس ترامب وبيجد دعم كبير من ترامب وبيعلم بأنه سيخرج من الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر القادم حتى ولو كان بدون اتفاق